اثبتت مصر عبر ثوابتها السياسية الداخلية والخارجية التي لا تحيد عنها طلاعها بدورها العروبي الشرق أوسطية ولعبت مصر دورا هما في ارساء السلام والامن في المنطقة والعالم ولا زالت تأخذ على عاطقها القضية الفلسطينية وسط عالم ممتلئ بالقلاقل والحروب مختلفة الاشكال متفجر بالاضطرابات والغارق في مشاكل تغير المناخ ومحاولات تمس الهوية كان على الدولة المصرية أن ترسخ لثوابت لا تحيد عنها في سياساتها سواء بالداخل أو الخارج واقع فرضه البعد التاريخي والجغرافية الذي حتم عليها أن تحتضن جميع الدول الصديقة والشقيقة وأن تؤكد على رغبتها الأكيدة لجميع الدول أن تنال حقها من الاستقرار والسلام والتنمية المطلوبة إلى جانب عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة والحفاظ على مؤسساتها من الانهيار جراء الاضطرابات ورفض التدخلات الخارجية ليحظى العالم بالاستقرار اللازم للتنمية ولعل من أبرز ما قامت به مصر ولا سيما خلال العقد الأخير هو اشتراكها في بعثات السلام بمناطق الصراع في العالم وتغذية انتماءاتها على جميع الأصعدة عربيا وأفريقيا ومتوسطيا فإلى جانب اطلاعها بالدور التاريخي لها بأن تكون صوت أفريقيا في الفعاليات الدولية ولا سيما في ملف تغير المناخ والذي عانت منه دول القارة في محاولات لدرء الأخطار عنها كما حرست على دعم بلدان القارة طبيا وتكنولوجيا وكذلك في بناء السدود والبنى التحتية وجميع مصارات التنمية ومحاربة التطرف والإرهاب ولم يتوقف سعي مصر الحسيس على انتمائها للقارة الأفريقية فحزب بل إن دورها العروبي الشرق أوسطي كان مثار إعجاب لالتزامها بمبادئها الراصخة فلم تتنازل عن حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تبقى للمواثيق الدولية وسعت عبر احتضان المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي على مدار عقود إلى محاولة الوصول لسيغة عادلة تحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه وتعيد له أراضيه المختصبة وتحكن دماء أهل غزة وتسمح بمرور المواد الإغاثية لهم دون قيود وفي ملفي السودان وليبيا أكدت مصر من خلال مواقفها الدبلوماسية على أهمية إرساء الاستقرار والأمن في البلدين الشقيقين والنزول على رغبات شعبهما وطموحاته ساعية لوقف القتال والعودة للبناء والتنمية وعلى مدار عقد كامل وخلال الطرق الشائكة وضعت القيادة السياسية مصالح الشعب ومقدراته نصب عينيها حتى أدرك القاسي والداني أن هامش المناورة مع مصر في كل ما يخص مصالح شعبها وأمنها واستقرارها أصبح أضيق من أي وقت مضى مثلما أدركوا أن قيادتها قادرة على تحويل كل تحدي إلى فرصة واعدة وأنه لا حياة إلا حياة السلام